مددت إسرائيل عملية التشويش على أنظمة التموضع العالمي والملحة اللاسلكية الذي تفعله في المنطقة الشمالية منذ بداية الحرب ليطال منطقتين الأبيب والقدس وقال تيئة البث الإسرائيلية أن التشويش يأتي في إطار الاستعدادات للرد الإيراني وإطلاق مسيرات وصواريخ موجهة نحو إسرائيل أعلن الجيش الإسرائيلي إيقاف منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية وسط مخاوف من تصعيد محتمل بعد مقتل قائدين عسكريين إيرانيين في دمشق هذا الأسبوع ما أثار تهديدات بالانتقام وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه في حالة حرب وأن نشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقا للاحتياجات من باريس ينضم إلينا المحلل السياسي وليد عباس أهلا ومرحبا بك معنا سيد وليد ومن القاهرة ينضب إلينا الدكتور محمد عباس ناجي رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا ومرحبا بك معنا أيضا دكتور محمد أبدأ مع ضيفي من باريس بداية سيد وليد فعليا هل لليوم طبيعة ولون التصعيد ما بين إيران وإسرائيل مختلف وهل فعليا سيأخذ منح على الأرض عملياتي مختلف أم أن الموضوع يقتصر على ربما أداء الواجب لكل منهما من خلال هذه التصريحات التي اعتدنا على سماعها تحديدا من الجانب الإيراني بلا شك في أن التصعيد مختلف هذه المرة نحن ارتفعنا سوية الضربات أو التهديد ارتفعت عن ما حدث في الماضي والذي كان يقتصر على ضرب معسكرات أو مخازن يقال أنها تابعة لإيران في سوريا لهذه المرة ضرب مبنى ملحق بالقنصلية الإيرانية إذا ما ضربت مباشرة نحو إيران ولكن لا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة ستؤدي إلى مواجهة مباشرة وشاملة لأن كلا الطرفين لا يريد هذه المبادرة وعاجز عن هذه المواجهة إيران منذ السابع من أكتوبر حذرت دوما لأننا لا علاقة لها بما حدث في غزة وأيضا عبر حزب الله على لسان حسن نصر الله لأننا لا علاقة لها بما حدث وإن كنا متضامنين مع حماس وتحذر بالصورة مستمرة من ضرورة وقف هذه الحرب أيضا من جانب إسرائيل يوجد ربما شخص وحيد الذي يريد تصعيد الأمور هو بين يمين نتنياهو بسبب مشاكله القضائية الشخصية استبرار الحرب وتوسيع نتاق الحرب في المنطقة يعفيه من الدخول في مشاكل لا أول لها ولا آخر ولكن داخل إسرائيل أيضا إسرائيل غير مستعدة للدخول في مواجهة مباشرة مع إيران حاليا نظرا لأنها استهلكت إلى حد بعيد في غزة أيضا كافة حلفاء إسرائيل ورأسهم الولايات المتحدة آخر ما يريدونه في المنطقة هو توسيع نطاق المواجهات لتشمل سواء لبنان أو سوريا أو إيران طيب دكتور محمد اليوم هل إيران فعلا مضطرة بعد هذه الحادثة الاستهداف لقنصليتها في دمشق وما فقدته وما اعتبرته فعليا خسارة من حيث الأسماء التي قضت في هذه الحادثة هي مضطرة فعليا لتنهج نهجا مختلفا من حيث ردود الفعل على هذه الاستهدافات من قبل إسرائيل وما الخيارات التي ربما تكون وسطية إلى حد ما لا تذهب إلى توسيع هذه الدائرة وشكل هذا الصراع وبنفس الوقت تحفظ ماء الوجه لإيران أهلا وسهلا بك وأهلا بضيفك الكريم بالطبع هي مضطرة لسببين أول سبب هو أنه الهجوم الأخير على الكنصولية الإيرانية في دمشق هو هجوم على أرض إيرانية وليس أرض سورية فقط وبالتالي هذا يضع إيران أمام خيارات محدودة وبالتالي سيضطرها في كل الأحوال إلى الرد بصرف النظر عن مستوى هذا الرد لكن في النهاية إيران ستكون مضطرة هذه المرة على خلاف المرات السابقة لكي ترد على هذه الدربة تحديدا السبب الثاني هو أنه إذا لم ترد إيران في هذه المرة على الغرار ما حدث في المرات الماضية بعد ما كنت الراضي مسافي وغيره فإن الرضع الإيراني سيتآكل وبالتالي قد يدفع ذلك إسرائيل إلى تكرار هذه الدربات وربما بمستوى وطيرة أعلى في المرحلة القادمة لتقويد الوجود الإيراني بشكل عام في سوريا أو في الدول المحيطة بإسرائيل في كل الحالات ما يتعلق بخيارات إيران لابد هنا أن نستدعي أنه إيران أمام خيارات محدودة لأنه إيران مضطرة للرد لكنها في نفس الوقت أنا أتفق مع ضيفك لا تحبس فكرة الإنخراج في حرب مباشرة مع إسرائيل الآن ولكي نحلل هذه الإشكالية أو نفككها لابد أن نستدعي الموقف الإيراني عندما ردت إيران على اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني إيران ردت بعد خمسة أيام في 8 يناير 2020 على قاعدة عين الأسد التي يتواجد بها كوات أمريكية لكن دون أن تسفج دماء أمريكية تضطر الولايات المتحدة إلى الرد وبالتالي تدخل في دائرة مفرغة من الرد والرد المقابل وتوسيع نطاق الحرب هذا ما أعتقد أنه أتوقع من إيران ودعينا أقول أنه غدا ربما يحظى باهتمام خاص من جانب إسرائيل لأنه غدا ستنظم فعالية يوم القدس في إيران وفي دول أخرى وإيران في الأساس تنظم أو تحضر لعرض عسكري بحري تقول أنه عرض بحري لبسيج ما يسمى بينكوسين محور المقاومة في إيران والعراك وسوريا ولبنان واليمن وربما هذا هو الذي يكون أحد أسباب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها إسرائيل تحسبا لأي رد دفع إيراني على الهجوم الذي حدث على الكنسولية في دمشق سيد وليد ربما نتحدث دائما وبعد هذه الحادثة بالتحديد عن المسار الإيراني الموقف الإيراني كيف سيكون الرد الاستعدادات الإسرائيلية ولكن أريد أن أسأل هنا سوريا في هذه القصة والتي تتأذى كل مرة والأضرار الناتجة عن كل هذه الاستهدافات لعناصر إيرانية في سوريا هي كبيرة سواء من حيث الضحايا المدنيين أيضا الذين يذهبون والبنى التحتية هل من الممكن أن نشهد تغيرا أيضا بالترافق مع الاتهامات التي توجه من بعض الأصوات التي سمعناها من إيران بأن هناك تواطئ استخبارات ربما من الجانب السوري مع إسرائيل أو مع الولايات المتحدة هل نحن أمام مفترق طرق أمام تغيير بالمشهد هل ستسمح إيران فعليا بهذا التغيير إذا ما كانت النية موجودة لدى سوريا كما يحكى في بعض التحليلات والآراء لا أعتقد أن النظام السوري يتمتع بأي هامش من المناورة مهما كان ضيق سواء مع خلفاءه أو مع خصومه أعتقد أن سواء إيران أو روسيا يمسكان بشكل محكم بالأوضاع داخل سوريا وأن كما يقول السوريون النظام يحكم دمشق وضواحيها لا أعتقد أن يتمتع بقدر من أي هامش للمناورة واللعب مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة ضد إيران أستبعد هذا الشيء تماما سوريا للأسف بعدما حدث قد لا يكون القيادة تحديدا أو الرئيس السوري هناك من يقول أطراف سيد وليد بعض الجهات في الداخل السوري نعم ولكن يجب أن ننتبه أيضا إلى أن الإيرانيين أعتقد أنهم يمسكون بالأمور بصورة حازمة داخل سوريا هم متواجدون بصورة مكثفة وقوية وفي مفاصل أساسية سواء أمنية أو على الأرض حتى جغرافية أعتقد أنهم يكون بهذه المفاصل ربما هذه الإصابات الدقيقة في كل مرة ربما هناك أطراف سورية كيف تفسر هذه العمليات الاستخباراتية الدقيقة إذا لم يكن هناك فعلا دعم من الداخل على الأرض أساسي لتوجيه ضربات ربما هو أساسي للحصول على معلومات معقدة أو مكثفة ولكن لتوجيه ضربة إلى مكان معين هذا أصبح شيء سهل عبر التكنولوجيات المختلفة ولكن في الوقت ذاته لماذا نتحدث عن تعاون بين أطراف سوريا وإسرائيل هناك أطراف أخرى قد تكون داخل إيران نفسها قد تتعاون أو تمرر معلومات إلى إسرائيل نعم هناك الكثير من الاتهامات أيضا هذا لا ينفي أن هناك تعاون قد يكون سيد وليد عذرا على المقاطعة من الداخل الإيراني والداخل السوري دكتور محمد هل فعلا من الممكن في ظل الأصوات التي تسمع حول التشكيك بعدم رغبة سوريا في البقاء الإيراني كما كان من قبل هل من الممكن أن نشهد تغيرا في هذا المنحة من وجهة نظرك هل سيكون هناك ربما إعادة صياغة للوجود الإيراني في سوريا أو إعادة صياغة للعلاقات ما بين سوريا وإيران في المستقبل القريب في ظل هذه الأحداث وظل هذه الاتهامات وهذا التصعيد من قبل إسرائيل على الأراضي السورية يعني أنا أتفك معك في هذا الترجيح لا أستبعد أن تكون هناك نوع من الامتعاد السوري من ثقل اليد الإيراني على الأرض السورية الإيران تتمدد على مستويات مختلفة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا داخل سوريا وطبعا استغلت دورها في الصراع إلى جانب النظام السوري في تعزيز هذا التمدد على الأرض بأشكال مختلفة ودعينا أقول أيضا أنا لا أستبعد أن تكون هناك بالفعل نوع من التواطئ أو معلومات كدمت للجانب الإسرائيلي لتوجيه هذه الدرابات داخل سوريا في المرحلة الحالية ضقة هذه الدرابات وضقة اختيار الأهداف بعناية معناها أن إسرائيل لديها معلومات أو لديها قدرات على الأرض تستقي منها هذه المعلومات وبالتالي توجيه هذه الدرابات الدقيقة إلى أهدافها بهذا الشكل ما يتعلق بالوضع الإيراني بشكل عام أنا لا أعتقد أن إيران ستتراجع عن وضعها في سوريا حتى لو كان زالك بنان على رغبة من النظام السوري لماذا؟ لأنه أنا في اعتقادي إيران ترى أنها استصمرت الكثير أو استنزفت الكثير من مواردها في دعم هذا التمدد كما كنا على مستويات مختلفة وبالتالي ليس من الوالد أن تتراجع عن هذا كله بناء على هذه حتى لو تعرضت لهذه الدرابات من جانب إسرائيل أيضا هناك سبب آخر أنا في رأيي إيران لم تستبعد أن تكون هناك حرب قادمة مع إسرائيل أو مع الولايات المتحدة خصوصا في حالة وصول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض مجددا إيران لا تستبعد أن تكون هناك حرب جديدة بعد حرب غزة لأنه أنا في رأيي إسرائيل بعد عملية طفان الأكثر في 7 أكتوبر لن تتعايش بسهولة مع خصوم قاربين من حدودها ويمتلكون مثل هذه القدرات العسكرية وبالتالي هي تسعى الآن إلى تفكيك أو ضعاف البنية العسكرية الإيرانية في سوريا ربما تحسبا لاحتمال أن تنشب مواجهة أو عسكرية مباشرة مع إيران في المرحلة القادمة لذلك لا أعتقد أن إيران في ورد أن تفكر في إعادة صياغة وجودها في سوريا أو تقليص هذا الوجود تحسبا لأي حرب جديدة مع إسرائيل أو حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية شكرا جزيلا لك من القاهرة كنت معنا الدكتور محمد عباس ناجي رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وأيضا شكر لضيفنا من باريس المحلل السياسي وليد عباس شكرا ترجمة نانسي قنقر